يتصاعد التنديد الدولي بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء في حين حذرت قوى سياسية من أي قرارات تمس استقلالية القضاء ولوحت بالتصدي لها ففي آخر ردود الفعل الدولية قالت الخارجية الأمريكية إنها تشعر بقلق بالغ من قرار الرئيس سعيد داعية للحكومة التونسية إلى احترام استقلالية القضاء وتسريع الإصلاح السياسي نواب في الكونغرس الأمريكي أعربوا عن قلقهم من خطوة الرئيس التونسي وصفين إياها بأحدث حلقة في سلسلة تحركاته المناهضة للديمقراطية مؤكدين على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشعب التونسي لدعم قضاء حر ومستقل الاتحاد الأوروبي شارك واشنطن قلقها مما يجري في تونس حيث أعلن أنه يتابع بقلق تطور الوضع هناك أمميا قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن هناك حاجة واضحة لمعاملة السلطات القضائية في تونس بعدالة واحترام مؤكدا أن الأمم المتحدة تدعو جميع القوى السياسية في البلاد إلى احترام النظام القضائي ومعاملته بإنصاف حركة النهضة صاحبة الأغلبية في البرلمان التونسي رفضت من جهتها قرار سعيد ووصفته بغير الدستوري معتبرة أن القرار يهدف إلى استحواذ الرئيس على مؤسسة القضاء والتحكم في مفاصلها بهدف تصفية الخصوم السياسيين وفي خطوة غير مسبوقة أغلق الأمن التونسي مقر المجلس الأعلى للقضاء ومنع الموظفين من الدخول ويعتبر ناشطون تونسيون أن الرئيس سعيد يمهد لمرحلة حكم جديدة في تونس ويرون أن ما يزيد من خطورة تلك القرارات هو عدم وجود محكمة دستورية في البلاد منذ إقرار دستور 2014